السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي العزيزات طالبات الصفة الحادي عشر أهلاً وسهلاً بكم اليوم موعدنا مع الدرس الأول بعنوان الأشكال الهندسية للجزيئات أهداف الدرس أولاً يرسم الشكل الهندسي لبعض المركبات التساهمية القطبية مثل H2O و NH3 ثانياً يفسر كلاً من زاوية الارتباط في جزيء النشادر NH3 أقل منها في جزيء الميثان CH4 ويفسر أيضاً زاوية الارتباط في جزيء الماء H2O أقل من زاوية الارتباط في جزيء النشادر NH3 أخيراً يشرح العوامل التي تحدد شكل الجزيء تمهيد لماذا تتكون أشكال هندسية مختلفة للمركبات؟ نجد أن المركبات عندما تتكون لها أشكال هندسية مختلفة فإنها تختلف في الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيائية وأيضاً الخصائص البيولوجية فعلى سبيل المثال نجد في هذا الشكل أن لدينا نوعين من الكولوكوز كولوكوز L والكولوكوز D هل رأيت الاختلاف ما بين تركيب الكولوكوز L والكولوكوز D؟ أحسنتم هناك إلى حد ما اختلاف ما بين تركيب الضرات أو ترتيب الضرات في الكولوكوز L وكذلك الأمر في الكولوكوز D هذا الاختلاف يبين الفرق ما بين المركبات من حيث طول الرابطة وأيضاً الزاوية بين الضرات الآن سوف نقوم باستعراض عدد من أشكال المركبات الهندسية للجزيئات أو للمركبات التساهمية أولاً أشكال الجزيئات التي تتكون من ذرتين أي مركب مكون من ذرتين يكون شكله الهندسي دوماً خطي ولكن هناك نوعان من الشكل الخطي كما هو مبين أمامك فالنوع الأول يطلق عليه خطي في هذه الحالة الزاوية ما بين الضرات تكون 180 درجة وبتجد أنها كلها على نفس المستوى أو نفس الخط جميع الإلكترونات حول الضرة المركزية تكون مرتبطة أي أنه لا توجد زوج من إلكترونات أو أي إلكترون منفرد إذن جميع الإلكترونات حول الضرة المركزية مرتبطة النوع الثاني من الخطي هو المنحني المنحني بتجد أنه وجود أزواج من إلكترونات حرة غير مرتبطة حول الظرة المركزية يعني هناك عدد من إلكترونات التكافؤ منهم مفرد ومنهم مرتبط الإلكترونات الحرة المفردة تم تزويجها مع إلكترونات أخرى وعمل رابطة تساهمية تبقى لدينا إلكترونات حرة غير مرتبطة في الظرة المركزية وعليه يصبح الشكل بشكل منحني مئة واثنان ونصف طرق لأمثلة من المركبات التي تمثل الشكل الخطي لدينا وهي مركب ثاني أكسيد الكاربون حيث أننا نجد أن الظرة الكاربون هي الظرة المركزية وتحيط بها من كل اتجاه الظرة من الظرات الأكسوجين لماذا يتم استخدام الشكل الهندسي الخطي بالنسبة لثاني أكسيد الكاربون وذلك لأن جميع الإلكترونات حول الظرة الكاربون يكون مرتبط في هذا الشكل يوضح لك أن هناك رابطة مزدوجة ثنائية وهناك زوج من الإلكترونات فقط ولكن على الظرة الأكسوجين ولكن ما يهمنا هنا هو الظرة المركزية وعليه يكون الزاوية ما بين هذه الظرات مئة وثمانون درجة المثال الثاني نجد أنه ليوضح لك كيفية تكوين الشكل الخطي ولكن بصورة منحنية ما بين الظرتين حيث أننا بنجد أن هناك ضرة مركزية ويحيط بها ضرتين ضرة من كل اتجاه فنجد أن هناك في هذا الشكل المنحني أن الزاوية تكون مئة وأربعة ونصف درجة وهي زاوية الرابط هنا بيشير إلى أنه إذا نظرنا إلى الظرة المركزية باللون الأحمر فالصاق التي باللون الأبيض هنا تعني أن هناك رابطة وزوج مرتبط أما إذا نظرتي إلى زوج الإلكترونات باللون الأزرق النقطتين تعني زوج غير مرتبط هذا الزوج غير المرتبط هو ما يجعل أو ما يؤدي إلى جعل شكل الهندسي يصبح منحني وليس بشكل خطي أشكال الجزيئات التي تتكون من أربع ضرات أي مركب مكون من أربع ضرات يكون شكله الهندسي إما مثلث مستوي أو هرم ثلاثي كما هو مبين بالشكل فنجد مثلا في حالة المثلث المستوي جميع الإلكترونات حول الظرة المركزية مرتبطة في حالة الهرم الثلاثي وجود أزواج من الإلكترونات الحرة غير المرتبطة حول الظرة المركزية يجعل شكله هرم ثلاثي كما هو مبين أمامك في الشكل الأول حيث نجد أنه على سبيل المثال الفورمالدهايد وهي CH2O بتجد أن لديها زوجان من الإلكترونات غير المرتبطة ولكن مع ضرات الأكسوجين يجب الانتباه إلى هذا تماما لأن في حالة تحديد الشكل إذا كان مثلث مستوي أو هرم ثلاثي لأن لهم نفس عدد الظرات أربع ذرات في كل حالة لابد من التنبيه على أن الظرة المركزية هي المهمة بالنسبة لنا ومن خلال الظرة المركزية نقوم بتحديد إذا كان الشكل مثلث أو هرمي في حالة الشكل الأول يتكون الشكل مثلث المسطح من ثلاثة مجالات من الكسافة الإلكترونية وسوف نقوم بسرد هذا الجزء بشكل أوسع في الدروس المقبلة الآن نتحدث على الشكل الهندسي بشكل عام أن هذا الشكل يطلق عليه مثلث مستوي حيث أن جميع الإلكترونيات حول الظرة المركزية تكون مرتبطة في هذا الشكل الفورمالدهايت تكون الظرة الكاربون هي الظرة المركزية في الشكل الثاني وهو الشكل الهرمي المثلث لجزيء النشادر NH3 بنجد أنها لديها طبعا الظرة المركزية هي النيتروجين ولكن لديها أزواج من الإلكترونات الحرة غير أن مرتبطة بما يؤدي إلى جعل شكل المركب الشكل الهندسي للمركب يكون هرمي الشكل إذا كان عدد الظرات خمسة ذرات في هذه الحالة بنجد أن الشكل الهندسي يكون هرم رباعي الأوجه منتظم وتكون زاوية الرابطة ما بين الظرات مئة وتسعة ونصف درجة هنا نجد أن جميع الإلكترونيات حول الظرة المركزية تكون مرتبطة خطوات تحديد الشكل الهندسي للمركب التساهمي أولا ارسمي التمثيل النقطي للجزيء فإذا أعطانا على سبيل المثال جزيء CCL4 نجد أن لكي يتم تحديد الشكل الهندسي له أولا لابد من رسم التمثيل النقطي للجزيئات كما هو مبين في الشكل أمامك C ستكون الظرة المركزية تحيط بها ظرات الكلور الأربع نقوم بتمثيل إلكترونيات التكافؤ لكل ذرة بشكل نقاط حول كل ذرة منهم فمن المعروف أن عدد إلكترونيات التكافؤ لذرة الكاربون هي أربع إلكترونيات مفردة أي غير مزدوجة فتضع كل واحدة منهما بشكل مفرد أما ظرات الكلور الأخرى فبنجد أن عدد إلكترونيات التكافؤ لها تكون لكل ذرة سبع إلكترونيات التكافؤ يتم تمثيلها كما هو مبين وعليه فإن كل ذرة من الكلور تشارك ذرة من الكاربون وتكون رابطة كما هو مبين في الشكل الثاني بتكوين هذا الشكل بنجد أن ظرات الكاربون أو ظرة الكاربون المركزية تتشارك مع ذرات الكاربون الأخرى بأربع إلكترونيات مفردة وعليه يكون الشكل المكون أو الشكل الهندسي المكون لهذا المركب هو الشكل الهرمي حيث أن الذاوية ما بين ذرات هذا الشكل هي 109.5 العوامل التي تحدد شكل الجزيء أولاً طول الرابطة الكيميائية ثانياً مقدار زاوية الربط بين الذرات بالنظر إلى الشكل الذي أمامنا نجد أن طول الرابطة الكيميائية هو عبارة عن الزاوية الناتجة من متوسط المواقع لثلاثة ذرات متصلة بواسطة رابطتين أما مقدار زاوية الربط بين الذرات هو المسافة بين مركزي الذرتين المترابطتين بقياد يقاص بوحدة أنجستروم إن كل وحدة أنجستروم يساوي 10 باور نيجاتيف 10 ميتر وهو ما يقرب من حجم الذرة الواحدة هذه هي العوامل التي تحدد شكل الجزئ لتفسير كلاً من زاوية الارتباط في جزئ النشادر NH3 أقل منها في جزئ الميثان CH4 وزاوية الارتباط في جزئ الماء H2O أقل من زاوية الارتباط في جزئ النشادر NH3 للإجابة على هذا السؤال نقوم بأولاً جزئ النشادر توقع الشكل الهندسي لمركب أو لجزئ النشادر بما أن ال NH3 يتكون من أربع ذرات وعليه فإن الشكل الهندسي له يكون هرمي الشكل إذن نجد أن هذا الشكل المبين أمامك هو هرمي ثلاثي وذلك لأن هناك زوج من الإلكترونات الحرة غير مرتبط حول الضرة المركزية وهي ضارة النيتروجين فتكون الزاوية في هذه الحالة 107 درج في حالة جزئ الميثان نجد أنه يتكون من خمس ذرات وهذا الشكل أو نتوقع أن الشكل الهندسي لجزئ الميثان يكون هو الشكل الهرمي رباعي الأوجه المنتظم وبنجد أن الزاوية ما بين الرابطة أو زاوية الرابطة تكون 109.5 درجة وعليه فإن زاوية الارتباط في حالة النشادر تكون أقل منها في حالة الميثان وبالمقارنة لجزئ النشادر مع الماء نجد أن الماء يتكون من H2O وهنا يكون من المتوقع أن الشكل الهندسي يكون منحني وأن زاوية الارتباط في حالة الماء تكون 104.5 درجة وعليه تكون أقل من جزئ النشادر وذلك لوجود زوجين من الإلكترونات الحرة غير المرتبطة حول الزرة المركزية فسري العبارة التالية تفسيرا علميا زاوية الارتباط في جزئ الماء 104.5 درجة أقل من زاوية الارتباط في جزئ النشادر 107 درجة وجزئ الميثان 109.5 درجة نوضح بالشكل الذي أمامنا الماء النشادر الميثان ثم نكتب مقدار الزاوية كما أعطاها لنا في السؤال ثم نحدد سبب الإختلاف في مقدار الزاوية في حالة الماء بسبب وجود زوجين من الإلكترونات الحرة على ضرة الأكسوجين حيث يؤدي إلى المزيد من التنافر والضغط على الأزواج المرتبطة فتتقلس الزاوية في حالة النشادر بسبب وجود زوج من الإلكترونات الحرة على ضرة النيتروجين حيث يدفع زوج الإلكترونات الرابطة فتصبح الزاوية صغيرة أما في حالة الميثان لا يحتوي على أزواج من الإلكترونات الحرة وبالتالي فإن التنافر بين الأزواج المرتبطة يكون متماثل وهذا يعني أن الزاوية أكبر تدريب لدينا المركبات الآتية CO2 ELCL3 SIH4 أولا ما الشكل الهندسي لمركب SIH4؟ ثانيا هل يملك جزيء ثاني أكسيد الكاربون CO2 أزواج حرة؟ ثالثا ما قيمة الزاوية بين جزيئات المركب ELCL3 سوف أترك لك هذا التدريب على أن تقوم بحله في دفتر الصف أيضا وضعت لك لينك خاص ببرنامج معين هذا البرنامج يمكن استخدامه لرسم أي نوع من المركبات أنا وضعت لك على سبيل المثال CH4 ولكن يمكن أيضا تمثيل CO2 ELCL3 SIH4 أي مركب يمكن أن يتم رسمه بشكل هندسي من خلال هذا اللينك برجاء أغذ نسخة أو كوبي من هذا اللينك والدخول عليه من خلال المتصفح لديك واستخدامه وذلك لتقريب الفكرة بشكل أكثر وأيضا للاستمتاع بالأشكال الانهدسية للمركبات التساهمية تدريب آخر ما هو شكل الجزء في CO2 هل هو خطي غير خطي المثلث المتساوي الأضلع أم الهرم رباعي الأسطح من المعروف أن ثاني أكسيد الكاربون CO2 يكون شكله خطي وذلك لعدم وجود أي أزواج من الإلكترونيات الحرة حول الضرة الكاربون المركزية اختاري الإجابة الصحيحة لماذا يعتبر جزء CF4 غير قطبي لأنه جزء متماثل جزء غير متماثل مركب هيدروكاربوني يتكون من خمس ضرات أحسنتم الإجابة هي جزء متماثل السؤال الأخير ما هو شكل الجزء في PH3 خطي غير خطي الهرم ثلاثي الأسطح أم الهرم رباعي الأسطح أحسنتم الاختيار هو الهرم ثلاثي الأسطح وفي الختام هنا وضعت لك كافة الصفحات الإثرائية في الكتاب من أول درس حتى درسنا لليوم برجاء الانتباه إلى أن هذه الصفحات فقط هي الصفحات الإثرائية وإلى أن نلتقي لكم مني كل التحية والتمنيات بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر